كورا بيزنس كيف يتمكن تشيلسي من انفاق اموال ضخمة في سوق الانتقالات كل موسم في الموسم الماضي وفي خضم الجائحة التي تضرب العالم وتؤثر على اقتصاده تمكن تشيلسي من انفاق مبلغ 231 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الصيفية متعقدا مع تيمو فيرنر حكيم زياش تياغو سيلفا بن تشيلول مالانكسار وكاي هافرتز كرر تشيلسي انفاقه الضخم هذا الموسم بالتعاقد مع روميلو لوكاكو مقابل 104 مليون جنيه استرليني فكيف يتمكن تشيلسي من صرف كل هذه المبالغ الكبيرة اولا بيع اللاعبين يعتبر احد اهم مصادر دخل نادي تشيلسي في السنوات الاخيرة هو بيع اللاعبين في اخر ستة عوام انفقت تشيلسي مبلغ 890 مليون جنيه استرليني ليصبح بذلك ثاني اكثر نادي انفاقا في بريطانيا بعد مانشستر سيتي 892 مليون جنيه استرليني الا ان تشيلسي تمكن من بيع اللاعبين بمبلغ وصل الى 450 مليون جنيه استرليني في نفس الفترة اما تشيلسي ببيع كل من ايدن ازار ب100 مليون جنيه استرليني دياغوكوستا 60 مليون جنيه استرليني اسكار 54 مليون الفارو موراتا 50 مليون نيمانيا ماتيش 40 مليون تيبو كورتواء 30 مليون بمبالغ كبيرة بالاضافة الى لاعبين اخرين بمبالغ قليلة مثل دافيد لويز لارسنال ماريو بازاليتش الذي انتقل لاتلانتا واولا اينا الذي انتقل الى تورينو ايضا قامت شيلسي من التخلص من اللاعبين القدامى اصحاب الرواتب العالية مثل جاري كاهل ويليان وبيدرو رودريغيز الفوز بالبطولات تمكن المدرب الايطالي موريتس يوساري من الفوز ببطولة الدور الاوروبي والتي حصل من خلالها النادي على مبلغ 18.3 مليون جنيه استرليني وحصل على مبلغ 41 مليون جنيه استرليني من حقوق البث التلفزيوني للبطولة بعدها حصل تشيلسي على 20 مليون جنيه استرليني في العام الذي يليه من وصوله الى دور 16 من دور ابطال اوروبا بالرغم من خروجه امام باين ميونيخ في ذلك الدور بالاضافة الى مبلغ 72 مليون جنيه استرليني من حقوق البث التلفزيوني كما حصل على 70 مليون جنيه استرليني من فوزه ببطولة دور ابطال اوروبا الموسم الماضي ثالثا تخفيف قانون اللعب المالي النظيف امر اخر ساعدت شلسي على الانفاق بهذه الضخامة وهو قيام الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتخفيف قانون اللعب المالي النظيف الذي يستخدم لتنظيم انفاق الاندية الاوروبية على حسب القانون فانه يجب على الاندية ان لا تخسر اكثر من مبلغ 27 مليون جنيه استرليني على مدار ثلاث سنوات ويتم فحص كل الاندية الاوروبية حيث كان من المفترض ان يتم الفحص للاعوام 2018 2019 و2020 الا انه بسبب حدوث جائحة كورونا قرر اليويفا تخفيف القانون حيث سيتم فحص المصروفات لعام 2018 و2019 فقط في حين سيتم الغاء عام 2020 من الحسابات بسبب حدوث الجائحة وذلك يعني استفادة تشيلسي من الموسم الذي كان فيه محضورا من اجراءات التعاقد حيث سيتم احتساب تلك السنة التي لم يصرف فيها كثيرا تأثير مالك النادي رومان ابرا موفيتش قصة تشيلسي الناجحة لا تكتمل بدون ذكر مالك النادي رومان ابرا موفيتش المالك الروسي هو صاحب شركة نفط وغاز روسية بدأت في الاستثمار في النادي اللندني منذ العام 2003 منذ ذلك العام انفق رومان ابرا موفيتش مبلغ 1.3 مليار جنيه سترليني على تشيلسي من ماله الخاص قلل ابرا موفيتش انفاقه على النادي بعد فوزه بدور ابطال اوروبا عام 2013 بسبب تحقيقه لحلم النادي بتحقيق البطولة الاوروبية بالاضافة الى تفادي اي متاعب مع قانون اللعب المالي النظيف الذي تم اقراره حديثا في تلك الفترة اشترى رومان ابرا موفيتش نادي تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط وقام بدفع ديون النادي التي بلغت 80 مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت تشيلسي كان اول نادي تم شراؤه من قبل مستثمر اجنبي في الدور الانجليزي الممتاز صفقة بيع النادي تمت بسرعة كبيرة لان الملاك السابقين كانوا يعانون من مصاعب اقتصادية فكانوا مرحبين بفكرة بيع النادي قيمة النادي السوقية الحالية اصبحت تساوي اثنين مليار جنيه بعد ان كانت تساوي مائة واربعين مليون جنيه استرليني فقط في عام الفين وثلاثة دخل تشيلسي من شركات الرعاية والاعلان تعتبر شركة نايكي هي شريك الاول لنادي تشيلسي النادي اللندني انهى عقده مع شركة اديداس في عام الفين وستة عشر بعد احد عشر عاما من الشراكة ليوقع عقدا جديدا مع شركة نايكي يمتد لمدة خمسة عشر عاما وبمبلغ وصل الى واحد مليار دولار ذلك العقد كان لاضخم لنايكي في كرة القدم الانجليزية في ذلك العام قبل ان توقع نايكي عقدا اكبر مع ليفربول في السنوات القليلة الماضية كما وقع تشيلسي في العام ما قبل الماضي عقدا مع شركة ثري البريطانية للاتصالات وهي التي يظهر شعارها في القميس الامامي لنادي تشيلسي حيث بلغت قيمة العقد اثنين وخمسين فاصل خمسة مليون جنيه استرليني يعتبر تشيلسي قوة صعدة بقوة في الكرة الانجليزية في العصر الحديث بالرغم من ان النادي لا يقارن من ناحية الشعبية بالاندية الاخرى الكبرى الا انه بدأ يتلمس الطريق ليصبح من كبار الاندية من ناحية الجماهيرية في المستقبل خصوصا وان شعبيته تزداد كل موسم وتشير احصائيات العام الماضي الى ان قميس نادي تشيلسي هو الرابع اكثر قميس مبيعا في بريطانيا تشيلسي يتطور كل موسم نتيجة لاهتمام ملاكه بالنادي واستعدادهم للانفاق عليه من اجل الوصول الى اعلى المراتب كل موسم شاركون بارائكم وتعليقاتكم هل سيتمكن تشيلسي من الفوز بالدور الانجليزي الممتاز هذا الموسم وما رأيكم في سياسة الانفاق الضخم على اللاعبين كل موسم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مرحبا بكم فبدعمكم حتما نستمر